هل يعيد تاريخ نفسه مع استقالات مجلس الأمة التي شهدها اليوم؟ تاريخ الاستقالات نتابعها في تغرير علي لسعود شهد مجلس الأمة على مدى تاريخه عددا من الاستقالات كان أولها عام 1964 على خلفية تقديم النائب السابق سليمان الحداد باستقالته في 27 أكتوبر من عام 1964 1964 أجريت الانتخابات التكملية الأولى في الحياة الديمقراطية الكويتية في 23 ديسمبر من العام ذاته وفاز فيها النائب السابق علي عبد الرحمن العمر الحالة الثانية كانت استقالة جماعية ففي 28 ديسمبر عام 1965 تقدم ثمانية أعضاء باستقالتهم احتجاجا على توزير التجار وهم أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي لمنيس وسليمان وخالد المطوع وعبد الرزاق الخالد ويعقوب الحميضي بالإضافة إلى علي عبد الرحمن العمر الذي فاز بالانتخابات التكملية الأولى وتم عقد الانتخابات في 9 فبراير في عام 1965 وقد فاز فيها أحمد عبد اللطيف العبد الجليل وأحمد نايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان لذويخ وعبد العزيز المساعيد وغنام علي الجمهور ومحمد عبد العزيز الوزان بالإضافة إلى ناصر المعيلي ومع ظهور نتائج انتخابات الفص التشريعي الثاني لمجلس الأمة عام 1967 قدم سبعة نواب استقالاتهم احتجاجا على نتائج الانتخابات في الرابع من إبريل عام 1967 وهم خالد المسعود الفهيد وراشد عبد الله الفرحان وعبد الرزاق الخالد وعبد العزيز الصقر وعلي العمر ومحمد عبد المحسن الخرافي ومحمد يوسف العتساني وجرت الانتخابات التكملية في العاشر من مايو في العام ذاته وأسفرت عن فوز إبراهيم الميلم وأحمد عبد اللطيف العبد الجليل وأحمد نايف الخلافي وراشد إبراهيم اسماعيل وغانم إمبارك العميري وخالد شديد الطاحوس وخلف إهضيبان الاعتابي الاستقالة الحديثة كانت من السيد حسين القلاف حيث قدم استقالته في الخامس والعشرين من ديسمبر لعام 2002 ولم يتم قبولها إلا بعد خمسة أشهر وكانت استقالته بعدما قدم استجوابا لوزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر لعام 2002 وتمت مناقشته وانتهى الاستجواب دون اتخاذ قرارات بشأنه ولم يبين القلاف سبب الاستقالة والاستقالة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر